موسيقى استهداف المرجعية مشروع مستمر نتنياهو يكشف النقاب عن إسرائيل الكبرى كيف يساهم اتفاق إبراهيم في طمس فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استهداف المرجعية مشروع مستمر حتى يرد علي الحوض لماذا اخترت هذا العنوان طبعا أنا هنا لا أريد أن أرد على التفاهات التي تروج دائما فيما يتعلق بالمرجعية الدينية وتحديدا سماحة المرجع الأعلى الإمام السيد علي السستاني حفظه الله تعالى وباقي المراجع بشكل عام لكن لاحظتم في الفترة الأخيرة استهداف مركز وواضح ومباشر لسماحة آية الله العظمى السيد الإمام علي السستاني هذا الاستهداف لا يحتاج إلى دفاع بالعكس أنا هنا أدعو الأخوة والأخوات جند المرجعية الذين يؤمنون بالمرجعية العليا والحمد لله ثبت أنهم كثيرون من خلال ما ألاحظه في وسائل التواصل الاجتماعي ردا على تلك التفاهات هو تجاهل هذه التفاهات والتركيز على إظهار الجزء الآخر من الموضوع هم يريدون يغطون على قضايا كثيرة أنت دائما شوف في وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا الآن أصبحت واحدة من أهم المجسات وطبعا بعض القنوات الفضائية أيضا التي هي هادفة يعني عندها أهداف عندها شغل مرتب ومركزة على المرجعية الدينية بطرق مختلفة تفاصيل مختلفة مفردات مختلفة اليوم المرجع سد بابل وما سد بابل السيد محمد رضاستيستاني صافح فلان لم يصافح فلان هذه المفردات يعني أكو شيء آخر هذول اللي منخرطون في نظام التفاهة هذول قد لا يعلمون كيف يستخدمون من قبل أجهزة المخابرات الدولية التي تستهدف المرجعية لأنه أنت أعلم جيدا من نقول خارج الحدود يعني مو هو هذا الهدف أنه والله يقللون من شأن المرجعية بس لا هذا واحدة من الأهداف يريدون يلفتون الأنظار عن تسويق قضايا كثيرة يراد لها أن تمرر بدون انتباه والشارع يلتهي بيها والمجتمع يلتهي بيها خصوصا أتباع المرجعية وجند المرجعية لكن في نفس الوقت في نفس الوقت علينا أن نسجل هذه الملاحظات طبعا واحدة من أهم الأهداف التي يراد تسويقها وتمريرها اللي راح أذكره في المحورين الثاني تحديدا الثاني وحتى الثالث في قضية هذا ما يسمى بالتطبيع بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية لأن هذا موضوع كلش خطير مو سهل والله مرت بشكل عادي السعودية وإسرائيل يريدون يطبعون والسعودية تقول يعني يوما بعد آخر نحن نقترب من التطبيع وعادي يعني خلي تفوت شو من المشكلة؟ لا 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 السعودية فيها قبلة المسلمين هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله لا لا الموضوع كبير كبير جدا وجدا جدا وضخم جدا وأحنا أيضا يراد توريطنا يعني نحن في العراق في هذا المشروع بس هذا الاستهداف أيضا علينا أن نسجل ملاحظات كثيرة تخدمنا أولا نشوف التوقيت ونربطه بالأهداف التي يراد وترويجها ونشوف من ضمن التوقيت ليش نجحت زيارة الأربعين وليش تم أو تمت التعمية هذه السنة بشكل كامل على زيارة الأربعين وليش ركزوا أيضا في موضوع زيارة الأربعين على التوافه توافه بسيطة أيضا يراد لها أن تثير الشبهات حول زيارة الأربعين وتشوه من صورة هذه الزيارة وتجهض محاولات تجهض آثار القوة الناعمة الهائلة التي تحققها زيارة الأربعين أنتوا لاحظتم في زيارة الأربعين ولاحظتم في يوم تتويج يعني يوم استشهاد الإمام الحسن العسكري اللي وراء مباشرة عند المعروف هو تتويج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد استشهاد والده عليه السلام عليهما السلام وهو أيضا ذكرى ميلاد الإمام السيد علي السستاني من أقول هذا التوقيت مو عبثي وأنا أعود وأكرر وأقول هؤلاء المنخريطون هذولي مع الأسف أدوات والله أنا أنقهر عليهم لأن الأجهزة الأمنية والاستخبارية الدولية التي تحركهم تعرف جيدا كذب هذه الأكذوبة التافهة يعني من تروح السيدة بلاس خارت وتلتقي بسماحة السيد السستاني حفظه الله كم جهاز مخابرات ومخابرات دولة يرافقها هذول يعرفون من يروح البابا بابا الفاتيكان ويلتقي بسماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني حفظه الله كم جهاز عرفون أحنا نعرف والسيد يعرف ومكتب يعرف وأنجال المحترمون يعرفون أنه يكون أجهزة مخابرات ترافق بابا العالم كله يركز على المرجعية ليش يركز على المرجعية وهذا اعتراف بدورها أنت من تجي وتشون حملات للتقليل من أهمية المرجع لاستهداف المرجع لمحاولة تسفيه العمامة حتى العمامة يعني هاي الطرق اللي يبثوها سواء في قضية والله القناع وشون يلبس القناع هذا أكو هدف كبير يستخدف العمامة مهما كانت عمامة بيضة عمامة سودة بس التركيز على العمامة السوداء لأسباب يعني لها علاقة بالعطرة الطاغرة وفي قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة من أقولاً قلت في البداية في العنوان حتى يرد عليه الحوض هذا الاستمراء مستهدف يعني هذا الاستهداف مستمر أحبائي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد ذلك تحسم الأمور في يوم القيامة والكل يذغبوا إلى رسول الله ويشوفون الحوض عد الحوض منهم يجتمع كيف يلتقيان ومس اللقاء المعنوي لا لا هذا اللقاء الثنائي قال رسول الله صلى الله هم يعرفون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني تاركن فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء إلى الأرض وأترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض هل سأروح فاسترغ افتراك معنوي حتى افتراك مكاني كله هذا متحقق في المرجعية في النيابة العامة النائب وفي قضايا كثيرة أتمنى من المتخصصين ممن لهم اهتمام أو باع في موضوع المرجعية العليا في قضية الإمامة في الغيبة يعني غيبة الإمامة الحجة بعدين ليش الإمامة الحجة في بعض السفراء ماذا فعل هذه القضايا التي لها صلة مباشرة حتى بولاية الفقيه استهداف المرجع الأعلى يعني استهداف ولاية الفقيه ولاية المرجعية ولاية الفقيه الفقيه أينما كان زين هذا الفقيه في إيران انت تدعوا تشوفوا الاستهداف شلون دائما شوفوا في إيران ولاحظوا وسائل الإعلام اللي تنطق بالفارسية على سبيل المثال وطبعا بالعربي وبلغات أخرى بنقول بالفارسي لأنه يريدون يعبؤون الشارع الإيراني في الداخل ويعبؤون الإيرانيين أو الناطقين بالفارسية من غير الإيرانيين حتى في الخارج ضد الجمهورية الإسلامية هم استهداف دائم للولي الفقيه للسيد علي خامنئي وبالتالي لكل المؤسسات التي لها صلة مباشرة به وعلى رأس ذلك الحرس الثوري شوفوا في العراق شوفوا التركيز على الحجد الشعبي مع أنه هناك ربما مع اختلاف الموضوع باعتبار في العراق الولي والفقيه لا يمتلك الأدوات الكافية لكي يفرض رأيه كما يفعل الإمام السيد علي خامنئي حفظه الله في إيران مع ذلك من تشوف هذا التركيز على السيد السيستاني هناك التركيز أيضا على الحجد الشعبي لأن هذا الحجد الشعبي هذا وليده فتوى للإمام السيستاني ليش هذا التركيز شوف ليش ليش وبعدين المعادلة الثالثة التركيز على العلاقة بين العراق وإيران لازم تدق بيناتهم اسفين مستمر هذا أيضا ضمن الأجهزة الاستخبارية اللي تروج لمثل هذه الأفعال هذه الأجهزة الاستخبارية الدولية تعرف جيدا قيمة السيد السيستاني الشخصية كشخص وقيمة السيد السيستاني المعنوية كمرجع أعلى وقيمة المرجعية بشكل عام استهداف الإمامة وقيمة ما تفعله المرجعية طوال وما فعلته طوال السنوات الماضية في منع الحرب الأهلية الداخلية الحرب الطائفية كلها تصدى لها ومنعها وهذه التفاصيل موجودة ماكو داعي دائما الكر بس انت تعال اشرح وركز ركز على الامامة وصلت الامامة بالمرجعية والقرآن الكريم وان الامامة والمرجعية لن يفترقا لن يفترقا فما دام الامام غائب هناك مرجعية هاي الميابة العامة وهناك ايضا ولاية فقيه فالتركيز هي حرب على المرجعية يعني بين قوسيا هي حرب على الامامة وحرب على القرآن الكريم وهذا يحتاج لتفصيل وتفصيل مستمر بس انا هنا اجي واثير هذه الموضوعات حتى يعني احرك في بعض المياه الراكدة مع ملاحظة اقول واكرر الحمد لله ثبت من خلال ردود الافعال ان المرجعية العليا والمرجعية الدينية بشكل عام وبالتالي الامامة لا الحمد لله تحظى بتأييد شعبي كبير في العراق تحديدا الذي يجب ان نعمل جميعا على ان نستفيد من هذه القوى اللاعمة التي نمتلكها ومنها زيارة الاربعين والزيارات بشكل عام ووجود المرجعية العليا والمراجع بشكل عام في معركة ظهور الامام الحجة وتهيئة الارضية لظهور الامام ان نصنع قادة وجنودا اكفاء يقاتلون تحت راية الامام الحجة حتى يردى علي الحوث كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابقوا معنا اشتركوا في القناة نتنياه النتن يكشف النقاب عن خريطة إسرائيل الكبرى وهذه تتضمن شرق أوسط جديد لكن كما يقول بدون إيران وبدون الفلسطينيين من أقول نتنياه يكشف النقاب عن خريطة إسرائيل الكبرى هذا مو كلامي نعم هو تحدث في الأمم المتحدة عن خريطتين خريطة لهذا الكيان الصهيوني بعيدة تأسيسه وقالهم شوفوا هذه الخريطة وشلون أن كانت محاطة بدول معادية لا تعترفوا بهذا الكيان للقيط بعد ذلك يجي استعرض يعني ما بعد معاهدة كام ديفيد ما بعد معاهدة أوسلو ما بعد اتفاقية أوسلو ما بعد اتفاقية وادي عربة مع الأردن وشوي شوي إلى اتفاقات أبراهام أو إبراهيم مع دول في المنطقة مثل الإمارات مثل المغرب مثل البحرين طبعا والسودان وغيرها والآن الحديث عن السعودية يعني هو ركز على السعودية من أقولكم في المحور الأول أكو أهداف يراد تمريرها أقولها بضرس قاطع وهذا ما يقولونه هم مؤنة هؤلاء في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة من المتابعات لقنواتهم الفضائية ولما ينشر قالوا قالوا بصراحة قالوا نحن الآن لسنا في مرحلة مفاوضات المفاوضات انتهت كل ما تقرأه في وسائل الإعلام هو أكوف الضخ قوي جدا في وسائل الإعلام مفاوضات ومفاوضات وشروط وهذه التفاصيل يخلوك غارك فيها وبثل ما قلت لكم في موضوع نظام التفاهة يريدون يسوقون موضوع الاعتراف الرسمي بين المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية بالكيان الصهيوني هذا يريدون يعلن وإلا هو التطبيع موجود الآن في مرحلة التسويق وباقي بس الإعلام لا أكثر ولا أقد وهذا الإعلام له دلالات ليش يقول لك التسويق يعني لأن المملكة العربية السعودية بها الحرمان الشريفان بها قبلة المسلمين أنظار بحيث يجي وزير الخارجية لهذا الكيان الصهيوني يقول بعد أن يعلن اتفاق إبراهيم سبع دول جاهزة للانضمام إلى هذا الاتفاق سبع دول والله شنو؟ لأنه المملكة العربية السعودية انضمت إلى هذا الاتفاق لكن من أقول إسرائيل الكبرى خريطة إسرائيل الكبرى هذا كلامهم نتنياهو يتعرض لانتقادات بسبب استخدامه خريطة أرض إسرائيل الكبرى في الأمم المتحدة انتبه للعنوان جيدا هذا عنوان خريطة أرض إسرائيل الكبرى من هو هذا نشره؟ جيروزاليم بوست بقلم توفاخ لازاروف تاريخ النشر 22 سبتمبر أطيق الدليل استخدم استخدم نتنياهو الخريطة لتوضح حقبة جديدة من السلام في الشرق الأوسط تشمل الفلسطينيين لكن منتقديه في الداخل يعني الكيان الصهون يقولون إنه بعث برسالة معاكسة تورطتنا انتفضحت أهدافنا يتعرض رئيس الوزراء نتنياهو الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب رفعه خريطة في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة والتي وضعت الضفة الغربية وغزة وغزة داخل حدود إسرائيل ذات السيادة كما يقولون ليس هناك إهالة أكبر لكل مبدأ تأسيسي للأمم المتحدة من رؤية نتنياهو يعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة إسرائيل التي تمتد على كامل الأرض من النهر إلى البحر هذا في داخل فلسطين فما بالك بما بعد الاتفاقات زين لكن الخريطة التي استخدمها نتنياهو تشمل جميع الأراضي التي يعتقد الفلسطينون أنها يجب الفلسطيني المنخرطين في هذه المؤامرة أنها يجب أن تكون جزءا من حدود دولتهم المستقبلية المزعومة لكن اللي لفت انتباهي ما نشره الرئيس التنفيذي هسانة بعدني بالجيرو زالين بوست تنقل عن الرئيس التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل السلام الآن هادارسيس كينت على موقع اكس يعني تويتر نشر أن نتنياهو يعود إلى حكومته المكونة من الفاشيين والمجرمين والأصوليين السعود هذا يريد تطبيعها هذا يريد سلام بس يريد حل الدولتين يعني اعتراف بالكيان بس بدولة أشمروهم بدولة فلسطين مع ذلك يقول وهو ما يتناقض بالفعل والكلمات مع خطابه الزائف عن السلام يقول لأنه حتى هذا حتش عن حقوق الفلسطينيين وهذا الحتش اللي يحكوه المملكة العربية السعودية والله احنا لازم نحقق حقوق الشعب الفلسطينيين هذا كل كلام في هواء وفي شبك للتسويق ليس إلا لأنه دولة حكومة نتنياهو ترفض تقديم أي شكل من أشكال التنازلات للفلسطينيين الحكومة اللي هو بيها وكتب سيسكيند ربما تكون خريطته لإسرائيل الكبرى حط عليها خط تحتها هي الجزء الصادق الوحيد من خطابه لأنه هذا الكيان يريد الكيان الصهيوني يريد أن يمتد من النيل إلى الفرات في دولة ليس الدولة الوحيدة في العالم التي لم تعرف حدودها حتى الآن هو يراويك الخريطة ويراويك اتفاقات السلام ما يسمى بالسلام شلون امتدت وتوسعت بس ها لتنياهو وغير لتنياهو ولا واحد فيهم يجي ويعترف يقول هذه حدود ما يسمى بإسرائيل الكبرى الصغرى ليش لأن الخريطة اللي عندهم واللي نشرها لتنياهو هي تمتد من النيل إلى الفرات وموضوع حل الدولتين اللي مع كل الأسف أنا لاحظت يعني حتى في الاجتماعات ليش يقول لك احنا في العراق متورطون او يرادوا توريطنا في هذا الموضوع مثلا من يجتمع وزير الخارجية العراقي احنا ترى خارج الحدود ما عدنا لحيان صرحة من يجتمع مع نظيريه الاردني والمصري الاردن مطبعة في اتفاقات وادي عربة ومعترفة بهذا الكيان ومصر اول من سنة هذه السنة الخاطئة في معاهدة كام ديفيد ويحشون عن حقوق وزير الخارجية العراقي وياهم ويصدر بيان عن هذا الاجتماع اللي التحقق الثلاثي والله نحن متمسكون بحقوق الشعب الفلسطيني وحق الدولتين انت من تجي تقول حق الدولتين دولتين يعني دولة اسمها اسرائيل روح سوي دولة باسم فلسطين بس هذا لا يعني لا يغير من الحقيقة شيئا هذا لا يغير من ان فلسطين التي سميت اسرائيل يجب ان تعود لهذه الدولة التي تسمى لاحقا بفلسطين وكل ما يتعلق بموضوع حل الدولتين احبائي كل ما هذا كله كذبة طالما استخدمت للتغطية على الصفقات المشينة والاتفاقات المشبوهة مع العدو الصهيوني والتي يرادوا ان يتورط بها العراق شاء ام ابا العراق اتحدث اتحدث عن الكيان وتتعرفون كل الزين نحن لا نحترف بهذا الكيان الصهيوني فاذا يفترض حتى نكون دقيقين في البيانات الختامية في اللقاءات الثنائية في اللقاءات المتعددة مع دول اخرى تعترف بهذا الكيان نكون دقيقين نتحفظ في استخدام المصطلحات هذا كلام موجه الى سيد وزير الخارجية وان موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني هدفه الاساسي هدفه كما تقول الصحف الصهيونية وكما تقول مواقع امريكية نافذة التطبيع سيحقق الاهداف الامريكية التي تعمل على ان تمحى القضية الفلسطينية نهائيا من معادلة العلاقات الاقليمية والدولية تدرون محمد بن سلمان هو كان يقف خلفه صفقة القرن التي ارادها ترامب صفقة القرن خاف ما تدرون هذا كلام ميدل ايس مونيتور وغير من المواقع الامريكية نقلا عنها ترون تفتشون خلف الكواليس ستجدون ان الهدف الاساسي من التطبيع السعودي مع الكيان الصهيوني هو ايجاد شرق اوسط جديد وكبير كما يقول نتنياهو بدون ايران وبدون الفلسطيني بدون ايران شنو لانهم يخططون كما بلغة اللي وراها اللي يريدوها هي اعلان حرب على الجمهورية الاسلامية وعلى كل محور المقاومة وكل من يتحالف مع الجمهورية الاسلامية ويخططون لاتفاقيات امنية اتفاقيات دفاع مشترك بين هذا الكيان الصهيوني وبين المملكة العربية السعودية ولاحظتم حتى طريح موضوع كثير في قضية التسليح الامريكي الى المملكة العربية السعودية ويكتبون ان هذه الصفقة يمكن ان تعيد تشكيل المنطقة يمكن ان تعيد تشكيل المنطقة الهدف منه ايران ومحور المقاومة ومثلا مفاوضات التطبيع الاسرائيلية والعلاقات الدفاعية الامريكية السعودية هذا مقال مهم جدا نشرته احدى المواقع الامريكية المتخصصة في الجيش والعسكر بواسطة جرانت روملي يقول مفاوضات في مناقشة صفقة محتملة مع اسرائيل تضغط الرياض على واشنطن من اجل الوصول السريع الى اسلحة امريكية اكثر تقدم علم تستخدم هذه لازم نفكر اذا انت عندك سلام عدوك الاساسي هو الكيان الصيوني اذا انت عندك سلام مع الكيان الصيوني وتريد كما تزعم تحل الازمة في اليمن وهكذا وتريد تحل الازمة في اليمن وتقول مصالحة ودعونا وفد الرياض الصنعاء لأول مرة المملكة العربية السعودية تحترفه بالصنعاء ما قالت وفد من الحوثين بس اذا هذه الملامح الاتفاقية ملامح اتفاقية التطبيع الناشئة التي توسطت فيه الولايات المتحدة بين اسرائيل والمملكة العربية السعودية اصبحت واضحة للعيان بالفعل وتسعى الرياض بشكل رئيسي الى الحصول على دعم الولايات المتحدة لبرنامجها النووي الذي تريده في مقابل ما تسميه ببرنامج النووي ايراني يعني هذا الموضوع ايضا يحتاج الى تفكيك مستمر احبائي علينا ان نساهم في فضح نواياه وفي الحديث عنه باستمرار ابقوا معنا اشتركوا في القناة كيف وساهم اتفاق ابراهيم جديد في طمس فلسطين التركيز هنا كما قلت لكم في المحور الثاني احبائي على اتفاق ابراهيم الذي يراد له ان يعلن وكرر ان يعلن هو خلاص انتهى هم اتفقوا عليه وعدهم خطط لما بعد هذا الاتفاق ولاحظتم حتى في الكيان الصهيوني قام في الايام القليلة الماضية اثناء الحديث عن هذا الاتفاق بين السعودية والكيان الصهيوني الكيان الصهيوني والولايات قوات من الكيان الصهيوني وقوات من الامريكية قاموا بمناورات محاكات لهجوم يفترضونه ان تشنه ايران على الكيان الصهيوني بعد الاتفاق هم يفترضون ذلك مع الملاحظة انه لا الكيان الصهيوني هو اللي يهدد بشن حرب على ايران او شن عملية عسكرية على ايران فيقب بالنتيجة اذا حصل مثل هذا الهجوم اذا حصل مثل هذا الهجوم فايران سترد وهم يأخذون بنظر الاعتبار كيف يواجهون الرد الايراني في نفس الوقت قاعدين يروجون لقضية اتفاق امني بينه انتبهوا او اتفاق عدم اعتداء يعني يريدون بشكل من الاشكال يوجدون اتفاق عدم اعتداء بين ايران انتبه ايران ايران والمملكة العربية السعودية لانه في السابق كان الحديث عن ان اسرائيل هذا الكيان الصهيوني وعذرا من اذكر اسمه ابن هو بين قوسين هذا الكيان الصهيوني كان يهدد ولا يزال بشن حرب على ايران استهداف المواقع النووية والان يحكون على انه استهداف قادة ايرانيين في الداخل اختيال وهذا هو القادة النظام قائم على الاختيال فبس طبعا كنا نقول سابقا وكان حتى هم المؤترضون على العمليات العسكرية المفترضة للكيان الصهيوني ضد ايران يقولون لانه لا يستطيع هذا الكيان ان يقوم باي عمل عسكري على ايران او ضد ايران الا اذا حصل على دعم لوجستي من دول في المنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية الاردن طبعا دول في المنطقة من دول مجلس التعاون اللي وقعت اتفاقات ابراهام هو بالايرانيين قالوا احنا علنا ما عندنا يعني النار التي جيك من الريح ضربة او الباب اللي تجيك من الريح هذا الباب اللي تجيك من الريح الصفراء ضربة من تجيني ضربة من اي مكان انا اضربة ارد وشفتوا في الرد على قاعدة عين الأسل وقاعدة حرير بعد اختيال قادة النصر لأنه عندهم معلومات هذا أني استخدمني في عملية الاختيال الجبانة زين حتى فيما يتعلق بباكو وآذربيجان أيضا يعني آذربيجان حست بقوة الموقف الإيراني فيما إذا حصل مثل هذا الاعتداء وقالوا إحنا ما راح نسماح للكيان الصهيوني باستخدام أراضينا وأجوائنا عموما إذا أعلن هذا الاتفاق ما بين الطرفين فيقول لك إحنا لازم شنسوي لازم نضمن أنه إيران لا ترد على المملكة العربية السعودية فخلي نلحق قبل ما نعلن على الاتفاق إبراهيم نسوي اتفاق عدم اعتداء مع إيران هذا موضوع مختلف لكن له صلة بالهدف الأساسي كما قلت لكم هو طمس فلسطين انهاء فلسطين من الوجود سيصبح لدينا وهي صارتنا فترة يعني مو مو جديدة يعني من صفقة القرن تحولت القضية الفلسطينية المسألة تؤسمها في وسائل الإعلام المسألة الفلسطينية القضية الفلسطينية كان يقولون قضية الشرق الأوسط أزمة الشرق الأوسط حولوها إلى قضية إسرائيل الأزمة الإسرائيل المسألة الإسرائيلية شلون نحافظ على أمن هذا الكيان فلسطين انتهت ولاحظتم حتى الشائع خلال الأيام القليلة الماضية نحن شهدنا ذكرى اتفاقات أسلو بين السلطة الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني وتأكد لنا خلال الفترة الماضية أن هذا الذي يسمونه مجتمع دولي لا يستطيع الضغط على هذا الكيان الصهيوني في تحقيق هذه الاتفاقات اتفاقات أسلو يعني هذا الجزء البسيط من الحقوق الفلسطينية وهذا الكم الهائل من التجاوزات الكيان الصهيوني لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية المجتمع الدولي لم يستطع أن يفعل شيئا لوقف التجاوزات للكيان الصهيوني وحتى يومك هذا يعني هو نتنياهو يطلع ويقول احنا والله الفلسطينيين ليس لهم الحق في الفيتو في شرق أوسط جديد بين قوسيا هو إسرائيل الكبرى ما لمحاق يعترضون يطيعونه بس ويجيون وزراء في حكومة المتطرفة اللي توصف هذه الحكومة أكثر حكومة يمينية متطرفة في عهد هذا الكيان ويقولون المستوطلات مستمرة وقضية الدولتين هذا شيلوها من بالكم شيلوها من بالكم أقول مع كل ذلك تجي السلطة الوطنية الفلسطينية تتعاون مع الكيان الصهيوني لأن الهدف الأساس هو طمس فلسطين انهاء القضية الفلسطينية نهائيا لأن هذا ما يسمى بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني مو قلت لكم حولوها صراع إسلامي إسرائيلي بعد أعلان الكيان الصهيوني إلى صراع عربي إسرائيلي إلى صراع إسرائيلي فلسطيني هسا لا هسا المسألة الإسرائيلية تعالوا شون نحل مشكلة إسرائيل وسووا صفقة القرن وجيب الفلسطينيين وسكنهم هنا وسكنهم هناك أنت ببتلي الآن إسرائيل شون تحافظ عليه فلسطين ستطمس هويتها إلى الأبد أو هكذا يقولون يجي محمد بن سلمان شي يقول الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية لشبكة فوكس يقول بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية شوف التقزيم القضية الفلسطينية شنو هنا القضية الفلسطينية يعني على جزء بسيط أقل من ثلث فلسطين الحقيقية أقل بكثير هذه يقول هذا مهم أنه ونحن بحاجة إلى حل هذا الجزء في أي صفقة معه بين قوسيا إسرائيل هذا هو اللي يسمونه التسويق وقابل اليهودي المتطرف الصهيوني يقول هذا هاي قطنة وشيلها من يقول شيها علنا الإسرائيلي يقولون هذا الكلام ليس له محل من الإعراب الفلسطينيين يخضعون لشرق أوسط جديد تمثله خريطة إسرائيل الكبرى ولا يمكن لهم إلا أن يخضعوا لهذا الوضع القائم أو الذي سيقوم بعد اتفاقات إبراهيم الجديدة مع السعودية لقد كان حل الدولتين أحبائي دائما بمثابة قبول لهذا الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في أرض فلسطين وعدم وجود حل الدولتين يمنح إسرائيل أيضا حصانة كاملة من العقاب يعني شنو هذا اللي يريدونهم ويروجوا يقولون يا بأ إذا من سوي حل الدولتين إسرائيل ستفلت دائما من العقاب عقبت إسرائيل قبل حل الدولتين في التجاوزات الكثير لو تعال تيجي تحصي قرارات مجلس الأمن الدولي خرقتها أو خرقها هذا الكيان الصهيوني بس نجي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية مع كل الأسف بعد اتفاقات أوسلو كما هو مؤكد أنها بعد إعلان الاتفاق أو بعد تشويق الاتفاق بين السعودية وإسرائيل ستواصل هذه السلطة العمل من أجل الاستعمار الكامل لفلسطين مع كل الأسف والإصرار على أن يفيه بس شلبيلي بهذه العبارات يجب أن يفيه المجتمع الدولي بجانبه أو يعني من جانبه بهذه الصفقة لصالح إسرائيل فإذا كانت المملكة العربية السعودية جادة وأي دولة تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن ترفض أولاً مبدأ الاعتراب بالكيان الصهيوني لأن مطالبة المجتمع الدولي بحماية شكل من أشكال استعمار الأراضي الفلسطينية في فلسطين قبل 48 يعني سيكرس استعمار فلسطين ومع كل الأسف في هذه المرحلة هذه الاتفاقية والسلطة الوطنية الفلسطينية ظالعة في موضوع الاعتراب بالكيان الصهيوني مع كل الأسف لأن السعودية أثبتت خلال الفترة الماضية كما يقول موقع ميدل إيس مونيتور السعودية لا تهتم بفلسطين أو القدس إنما تهتم بإسرائيل أكرر تهتم بإسرائيل هذا تقوله الميدل إيس مونيتور ولدى السعودية علاقات بالفعل حتى قبل إعلان الاتفاق باع إسرائيل بطبيعة الحال وتعمل شركات إسرائيلية في المملكة بما في ذلك تلك المسؤولة أي الكارثة هذا الميدل إيس مونيتور تلك الكارثة بما في ذلك تلك المسؤولة عن الأمن خلال فترة الحج في مكة خلال فترة الحج في مكة شركات إسرائيلية تحافظ على الأمن في مكة المكرمة أحبائي هذا الميدل إيست مونيتور الدولة الغاصبة تتوسع ولهذا السبب لم تعلن إسرائيل أيضا هذا تنقله الميدل إيس مونيتور كما قلت لكم سابقا الدولة الغاصبة تتوسع ولهذا السبب لم تعلن إسرائيل أبدا عن حدودها أبدا عن حدودها لم تعلن شوكت تعلن عن حدودها شوكت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شوكت ترجمة نانسي قنقر